بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن وله السلام عليكم إن شاء الله في هذه الحلقة أتيتك بآدات صغيرة ومجانية ورائعة جدا يمكنكم من خلالها الوصول لمجموعة من المهام والوظائف المتواجدة على حاسوبك فقط من خلال زر الفأر الأيمن وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يسهل بشكل كبير عملك على الحاسوب ويجعل كل شيء قريب منك دون أن تحتاج إلى عمل الكثير للذهاب إلى بعض هذه الوظائف إذن مباشرة نشرع في الحلقة نذهب إلى موقع تحميل الأدات رابط تحميل الأدات كالعادة تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب وأيضا في التدوين على موقع مشروح إذن بعد الدخول إلى الموقع ننزل إلى الأسفل قليلا تلاحظون هنا بأن الأدات متوافقة تقريبا مع جميع نسخ الويندوز بداية من XP إلى الويندوز 8.1 وبالنواتين 60 و 64 بطبيعة الحالة 60 و 80 هي نفسها نوات 32 إذن مباشرة بعد ذلك نضغط هنا على Download لتحميل الأدات نضغط على Start Download أو Download أي كان البرنامج الذي تستخدمه كما تلاحظون قبل أن أنتهي حتى من كلامي تم تحميل الأدات هي صغيرة الحجم كأغلب الأدوات والبرامج التي أقدمها لكم أضغط على Open لفتح الأدات إذن بعد ذلك نضغط على هذا الملف ثم هذه الأدات الأولى Application تجد أمامها نضغط عليها ثم نضغط على Extract All أو Extract To ثم نضغط على Extract أو Extreer ثم نعيد فتح نفس الملف وهذه الأدات كما تلاحظون EC Menu نقوم بالضغط عليها وكما تلاحظ معي هذه الأدات قد تم فتحها الآن وهنا تلاحظون عدة تقسيمات كما تلاحظون العديد من التقسيمات أو أربع تقسيمات ما هو المقصود بهذه التقسيمات؟ المقصود بهذه التقسيمات هو أن هناك عدة بيئات لزيل فأر الأيمن فمثلا زيل فأر الأيمن الذي نحصل عليه بالضغط فوق سطح المكتب هذا ليس هو نفسه الذي نحصل عليه عند الوقوف على My Computer أو Ordinator أو Post Travay ثم نضغط على زيل فأر الأيمن تلاحظون ظهور خصائص أو وظائف مختلفة أيضا نفس الشيء عندما نذهب إلى مجلد عندما نضغط أيضا على زيل فأر الأيمن تدهر وظائف أخرى أيضا مع ملف معين صورة أو ملف نصي أو شيء من هذا القبيل تدهر وظائف مختلفة إذن فهذه التقسيمات هنا المتواجدة في الأدات هي خاصة بكل هذه الوظائف أو في البيئات المختلفة نبدأ مباشرة في استعراض الوظائف والمهام التي يمكنك إضافتها إلى زيل فأر الأيمن هنا عندنا الخيار الأول هو بزر الفأر الأيمن الخاص بسطح المكتب تلاحظون يمكنك أن تضيف مثلا Command-Print أو CMD بصلاحيات الأدمن إذن هنا عندي اللغة بالفرنسية أغير أنا أولا اللغة إلى الإنجليزية لأنني اعتدت العمل على الويندوز باللغة الإنجليزية أذهب إلى Language ثم أختار English للأسف الأدات لا تدعم اللغة العربية تلاحظون معي هنا الآن عندي هنا Open Command-Print here عندي أيضا Command-Print أو CMD with admin rights أو بصلاحيات الأدمن هذه من الخواصة الرائعة جدا كما سبق وشاهدنا في العديد الحلقات لطالما استخدمنا CMD بصلاحية الأدمن عندنا أيضا من الخواصة المفيدة وهي إمكانية حدف الملفات المؤقتة وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا توضيف هذه الخاصية لزيل فأر الأيمن عندك أيضا Restart أو إعادة تشغيل Explorer أيضا سبق ورأينا ذلك بدل أن تقوم به من خلال مدير المهام يمكنك أن تقوم بذلك من خلال زيل فأر الأيمن أيضا عندنا إظهار وإخفاء الخصائص أو المجلدات هذه من الميزات التي سبق ورأيناها أيضا في بعض الحلقات مثل أيضا حلقة حل المشكل عدم ظهور مسغرات الصور والفيديو وهنا بعض المهام كما تلاحظون أيضا عندنا هذا الخيار Select All Files أو خيار ليمكنك من خلاله أن تختار جميع الملفات سوف تجد بأنه تم إضافته سنرى كل ذلك إن شاء الله بعد أن ننتهي من إضافة هذه العناصر عندنا أيضا Copy IP بتفعيل هذه الخاصية يمكنك أن تقوم بنسخ الـ IP الخاص بجهازك فقط بالضغط على Copy IP من زر الفأر الأيمن سوف يتم بنسخ الـ IP الخاص بجهازك وكما تلاحظون مجموعة من الخصائص الأخرى يمكنك التشير عليها لا يتسع المجال لشرحها كلها هنا أيضا عندنا Block Mouse and Cable هذا الخيار لعمل قفل أو عمل بلوك للوحة المفاتيح وزر الفأر الأيمن يمكنك بتشير عليه أيضا تفعيله وفي حال ما إذا قمت بتفعيله وقمت بالضغط عليه سوف تلاحظ بتوقف زر الفأر وأيضا الكابل أو لوحة المفاتيح ولتعيد عمل زر الفأر ولوحة المفاتيح فقط اضغط على Ctrl Alt زائد Sub أو Ctrl Alt زائد Delete هنا أيضا عندنا System Tools أو أدوات النظام أيضا مهم سنرى إن شاء الله عندنا أيضا Turn Off Options أو إعدادات الإدفاع المختلفة سنرى أيضا إن شاء الله بعد أن نطبق التعديلات هنا عندنا أيضا في My Computer Context Menu الإعدادات أو الوظائف التي سيتم إضافتها إلى زر الفأر الأيمن الذي سوف تحصل عليه بالوقوف على My Computer أو This Computer هنا نقوم بإضافة كل هذه الوظائف فقط لنأخذ فكرة ثم عندنا أيضا هنا مجموعة من الخصائص مثل خاصية إلغاء التجزئة مثل خاصية أيضا تنظيف قرص صلب مثل خاصية تغيير الأيقونات كل هذه الخصائص يمكنك أن تضيفها إلى زر الفأر الأيمن وكما تلاحظون العديد أيضا عندنا هنا في File Context Menu هذا الخيار يوجد فيه بعض الخصائص مهمة جدا مثل خاصية Take Ownership التي سبق ورأينا في حلقة بعنوان لا أذكر العنوان بالضبط لكن كانت حول أخذ صلاحية الملفات لمنع باقي المستخدمين من تعديل الملفات عندنا Block Access لمنع الولوج إلى بعض الخواص يمكنكم أيضا تفعيله عندنا خاصية Open With Notepad لفتح بعض الملفات بين Notepad وكما تلاحظون مجموعة من الخواص عندنا أيضا هنا في Sub Menu System Tools بعض الخواص المهمة مثل خاصية إزالة البرامج يمكنك الذهاب إليها الآن من خلال زر الفأر الأيمن فقط يتشير على هذه الخانة هنا أيضا Control Panel Command Print كل هذه الخاصيات والخواص أيضا Device Manager المكان التحكم في تعريفات الجهاز يمكنكم إضافته إلى زر الفأر الأيمن أيضا MS Config للتحكم في إعدادات البوت عندنا أيضا Network أو إعدادات الشبكة عندنا أيضا CG النظام Registry Editor عندنا أيضا Run كما تلاحظون عندنا أيضا الخدمات Services Task Manager ومودي المهام كل هذه الوظائف قم بتشير عليها ثم بعد أن تختار جميع الوظائف التي تشاء فقط تضغط هنا على هذه الأيقونة Apply Changes لاحظ الآن عندما أضغط على زر الفأر الأيمن فوق أصدح المكتب كما تلاحظون أصبح عندي مجموعة من الوظائف الجديدة التي لم تكن متوفرة من قبل مثلا عندي الـ Copy IP التي سبق أن حددتك عنها بالضغط عليها سوف تلاحظ بأنه تم نسخ الـ IP الخاص بجهازك ولو ذهبت إلى أي مكان وقمت بلسق أو بعمل Paste أو Call سوف تلاحظ بأنه تم وضع الـ IP الخاص بجهازك أنا بطبيعة الحال أخفي الـ IP الخاص بجهازي الآن وكما تلاحظون عند المجموعة أن الخواصة رائعة جدا أيضا إعادة تشغيل لـ Explorer عندنا أيضا Delete أو مسح الملفات المؤقتة بالضغط عليه سوف تلاحظ هنا بأنه يتم مسح الملفات المؤقتة وذهور كما تلاحظون يقول لي بأنه تم مسح 13 ملف من الملفات المؤقتة التي كانت متواجدة على جهازي ولو قمت بإعادة التجربة مرة أخرى سوف يقول لي بأنه تم مسح الملفات متواجدة كما تلاحظون ملفات متواجدة على جهازي تم مسحها أو الملفات المؤقتة التي نبغي مسحها لتخفيف الضغط على الجهاز بطبيعة الحال بين الفينة والأخرى أيضا هنا عندنا في System Tools تلاحظ بأنه تم إضافة مجموعة من المهام كل مهام التي قمنا بتأشير عليها سجل النظام Services أيضا Device Manager لو ذهبنا أيضا إلى Control Panel أضغط عليه كما تلاحظون يأخذون إليه فقط من زر الفأر الأيمن لست بحاجة إلى فعل أي شيء كل شيء عندي في زر الفأر الأيمن عندنا أيضا خيارات الإطفاء تجدون هنا كما تلاحظون Turn Off Options كما تلاحظ كل هذه الخيارات يمكنكم خلالها إطفاء أو إعادة تشغيل الجهاز من خلال زر الفأر الأيمن ونفس الشيء عند الوقوف على الكمبيوتر هنا تلاحظ بأنه صارت القائمة أطول مما كانت عليه تم إضافة خواس جديدة أما إذا كنت تضغب في إعادة قائمة زر الفأر الأيمن إلى ما كانت عليه إلى الوضع الافتراضي فقط تعود إلى الأدات وإضغط هنا على هذا الخيار Uninstall All تم الأمر وكما تلاحظون عاد زر الفأر الأيمن إلى الشكل الافتراضي الذي كان عليه من قبل إذن لا شك أنها أدات رائعة جدا ومفيدة للغاية وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه على أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة مشروح الأولى وكذلك القناة الثانية للبقاء على الطلاع بجديد القناتين ثم الانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الفيسبوك ثم زيارة موقع مشروح للبقاء على الطلاع بجديد الحلقات والمقالات اليومية ترجمة نانسي قنقر